أهلا بكم قررت أندية دور المحترفين قبل قليل سحب الطلب الذي كانت قد تقدمت به لاتحاد كرة القدم والمتضمن تعليق مشاركتها بدور المحترفين لموسم 2020 جاء هذا القرار بعد زيارة مندوبي أندية المحترفين إلى اتحاد كرة القدم ولقاء نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد مصطفى الطبع وأعضاء مجلس الاتحاد نتج عن هذا اللقاء عدة قرارات أبرزها تأجيل دور المحترفين لمدة أسبوعين وتشكيل لجنة من الاتحاد والأندية للتباحث في مطالب الأندية وكانت أندية المحترفين قد قررت منذ أيام تعليق مشاركتها في الموسم الكروي الحالي لحين تحقيق عدد من المطالب أبرزها المستحقات المطلوبة من اتحاد الكرة اكتمل اليوم عقد المتأهلين ببطولة الملاكمة المؤهلة لأولمبياد توكيو 2020 والتي استضافتها صلاة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب وبلغ عدد المتأهلين 63 لاعباً ولاعبة حيث نالت كل من كازاخستان والهند أكبر عدد من البطاقات التأهلية بواقع تسعة متأهلين لكل دولة فيما حصدت الصين سبع بطاقات كما حجز المنتخب الوطني خمسة مقاعد من خلال اللاعبين حسين عشيش وزياد عشيش وعباد الكسبة وعدي الهندوي ومحمد الوادي يقام اليوم لقاءان من العيار التقيل في إياب دور 16 من دور أبطال أوروبا لكرة القدم ويستضيف ليفربول نظيره أتلاتيكو مادريد في اللقاء الذي سيقام على ملعب أنفيلد حيث يسعى الفريق الإنجليزي إلى تعوض خسارته في الذهاب متسلحاً بعملي الأرض والجمهور في الوقت الذي يعاول أتلاتيكو مادريد على منظومته الدفاعية لإيقاف هجوم ليفربول وفي اللقاء الثاني يلتقي باريس سان جرمان منافسه دوركموند الألماني في مواجهة ستلعب خلف الأبواب المغلقة ويدخل باريس سان جرمان اللقاء وعينه على تحقيق الفوز لعقدة هذا الدور بينما يأمل دوركموند الحفاظ على أسبقيته التي حققها في الذهاب من أجل بلوخ الدور المقبل